اهلا وسهلا اخواني نلتقي اليوم في فيديو جديد على قناة ايدكاسيون كريم اتمنى ان تكونوا بخير ما سنصنعه اليوم هو مكنسة كهربائية احترافية من مواد بسيطة اولا نبدأ بكل ساق هذا النوع من القماش على مروحة الاسوب سنقوم بقطعة القماش الزائدة ما سنقوم بيه الان هو وضع علامة على مكان المروحة في اسفل الوعاء ثم سنقوم بقصها باستعمال المشرط او المقص بعد ما قمنا بطقب مكان المروحة سنقوم باسفلها ثم سنقوم باسفلها باستعمال الغرف يلاً فهم لنا بارة اكمل للقاطعة و و الواسطة الآن بعدما قمت بقص مكان هذا هو مكان الكنكتور وهذا هي مكان القاطعة الآن سوف نقوم بتوصيل السلك الأحمر للمروحة ثم نضيف إليه القاطعة ثم نضيف السلك آخر في القطر الثاني للقاطعة الثاني الثاني و نقوم بتوصيل الكنكتور بالنسبة لهذا هذا هو القطر الموجب الكنكتور الكنكتور سوف أقوم بربط السلك السالب الخارج من المروحة مع القطب السالب للكنكتور وهكذا هذه دارة المكنسة الكهربائية الآن سوف أقوم بعزل كل الأقطاع وستعمل شريط البيات ومن ثم سوف أستعمل مسدس الغراء لتشبيط القطار في مكانها سوف أقوم بعمل ثقب للفرطون في غطاء الإنان سوف أقوم بعمل ثقب إدخال الخرطون في الخاطب وسوف نقوم بتلسيقه باستعمال الغراء ما نقوم به الآن هو إفساب بعض تخطيط القوارين والبلاستيكية لتكون كقاعدة لمكنستنا جاهزة بعض اللمسات الأخيرة وتكون مكنستنا جاهزة وهي رائعة جدا ما علينا سوى أن نربطها بطيار بمحول طيار كهربائي من فئة 12 فولت ثم نقوم بالتشغيل أو أكتنا بمحول لا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر الفيديو اذا عجبتكم الفكرة الى اللقاء في فيديو قاتل اشتركوا في القناة